أعلنت وزارة صحة وسكان تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمائتين وأربعة عشر ألف وثلاثمائة وستة وأربعين مواطن من خلال مائة وستين قافل طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال يناير الماضي يتإطلاق هذه القوافل لدمن مبادرات الرئيس السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية وأوضح بياد للوزارة أنه تم إجراء ثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعين تحليل دم وطفيليات وآشعات وعقد ثلاثة وأربعين ألف ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين